إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا من ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أته اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين إجمعين من الممار ومن كل ما قرب إليها من قول أو عمل ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تفضل الأخ الكريم قبل قليل في تقديم موضوع هذا اللقاء أو هذه الكلمة بهذه المناسبة الطيبة مناسبة تواصل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج قلت كما تفضل مقدما أن أهم شيء يتعلق بوجود الإنسان أو يميز وجود الإنسان بخصوصيته الثقافية دينا ووطنا وانتماء وحضارة إنما هو الأسرة ولذلك كان الكلام حول هذا الموضوع باعتبار أن خلاصة التحديات تقريبا التي تعاني منها الأسرة المسلمة في المهجر أو يعاني منها الإنسان المهاجر الإنسان المهاجر ترجع بالدرجة الأولى إلى معاناة أسرية كل المشكلات تنبع منها هنا وكل العلاجات تنطلق منها هنا إذا سلمت الأسرة المسلمة مطلقا في المهجر وفي غير المهجر لكن للمهجر خصوصيات ليس لغيره إذا سلمت الأسرة سلم كل شيء لذلك الإنسان المنتمي لتلك الأسرة وإذا اختلت اختل كل شيء فيه والإسلام تشريعي أي من حيث هو شريعة مستورة في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قد نبه على هذا بوسائل اشتاع من بينها ما هو معروف وشهور لدى علماء تشريع من أن المساحة التشريعية التي أولاها القرآن الكريم لقضايا الأسرة هي أوسع بكثير من أمور الفرائض التي هي أركان الإسلام صحيح أن أركان الإسلام هي أركان الإسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام تولى بيانها لطبيعتها العملية كما تعلمون فقال صلوا كما رأيتمني أصلي خذوا عني مناسيككم إلى غير ذلك بينما جاءت شريعةها في القرآن عامة ومجملة إلا قضايا الأسرة قضايا الأسرة جاءت فيها تفاصيل في كتاب الله جلوان تفاصيل وجزئيات دقيقة تتعلق بكيفية العقد بالطلاق بالمداد بالعداد شاء تفاصيل قد لا يخطر على البال أن يتولى القرآن الكريم تشريعها قصدا وبذاتها لذاتها لأن الله عز وجل وهو العليم الحبيب عليم سبحانه وتعالى أن بقاء الفرائض بما فيها أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام صلأة الزكاة إلى غيرها من أركان الإيمان نفسه كل ذلك كل ذلك رهين ببقاء الأسرة فإذا بقيت الأسرة وسلمت سلمت أركان الإسلامي الإيمان وإذا خاربت خاربت والتاريخ الإسلامي يشهد على ذلك عانت الأمة الإسلامية في مواطن عدة من جغرافيتها الكبيرة وبمراحل عدة من تاريخها الطويل أزمات من الخوف والاضطراب والانكسار والإنهزام أحياناً طبعاً إلى جانب الانتصار وإنما تعنينا الآن الأزمات فلم يعد هناك شيء يحمي الوجود الديني للمسلمين في كثير من المواقع وفي التاريخ القريب جداً مثل هذا قد وقع في بعض البلاد التي احتلها الاستعمار الملحد أحياناً أو الاستعمار النصراني أحياناً أخرى ولم تكن هناك ولا كان يسمح بوجود هيئات لتربية الدين ولحفظ الدين لا وزارة أوقاف لا مؤسسات وقفية لا جمعيات دينية لا شيء لا شيء لا شيء كما كان واقعاً في الجمهورية الإسلامية التي احتلها الاتحاد السوفيتي البائد مثلاً أو شرق أوروبا دول شرق أوروبا التي أيضاً احتلتها أو داستها الشويعية زمناً وكما وقع في زمن معين من حياة المورسكيين أي المسلمين الذين يعني سقطت عليهم الأندلس وا احتلها أو استوعبها النصارى وآباد المسلمين إبادات جماعية أحوال مثل هذه وتلك كثير كانت في تاريخ الإسلام والشيء العجيب رغم أنه لم يوجد هناك الشيء يمكن أن يحمي بيضة الإسلام على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي في كثير من المواطن مما ذكرت بعدما انزاحت الأزمة وانهزم المستعمر خرج المسلمون من تحت عبائته كأقوى ما يكون وحينما تريد أن تستقرية بالسبب كمواقع يعني الآن يعني في البلاد الإسلامية في شرق أوروبا وفي يعني أيضا الشمال الشرقي لأسيا كازاخستان بربيجان هذه المناطق الأخرى يعني راجعت إلى دينها بقوة وتمسكت به بشكل عميق كبير مع أنه لم يكن هناك شيء يمكن أن يحمي بيضة الإسلام المصاحف كما هو معروف كانوا يجعلونها في الأقبية تحت الأرض وفي صندوق ومن يقرأ منهم القرآن يقرأه سرا وكانوا يضعون أوراقه في المغاور البعيدة في الجبال ويدسونها في التراب ما كان هناك إمكانية لاستمرار الدين أعلنا في تلك البلاد ومع ذلك حينما نهار نهار الفكر الإلحادي ورجع الناس نسميا إلى حرياتهم رجعوا إلى دينهم كاملا وهذا حدث أيضا في بلاد الأناظول بتركيا زمنا طويلا مثل هذا وأشد أيضا منه ثم عاد الناس إلى الدين أفواجا كما كانوا فيه من قبل وفي بعض الأحيان بصورة أوعى وأعمق شيء لوحيد الذي بقي للناس وحيد بقيت لهم أسارهم وماذا نقصد بالأسرة نقصد أن الأسرة بقيت مستمرة بنفهمها الشرعي هذا الذي بقي يعني أن الناس وهذا الذي بفضل الله عز وجل لم ينتبه إليه الاستعمار والفكر المعادي في تلك المرحلة لكن الآن تبعوا إليه بعد جربته أطبعا لمن تبعوا إليه سلفا فتركوا الناس يتزوجون على طريقة الشريعة وكان هذا كافيا لضمان استمرار الدين وسأبين سر ذلك بحول الله من كتاب الله عز وجل لكن لابد أن أشير إلى أن سويغ الآن نكاد نفهم أو نفهم إن شاء الله إلى حد ما لماذا جعل الله مساحة الشريع متعلقة ببناء الأسرة بكل نواحية في القرآن واسعة جدا بما يكاد لا يترك مجالا للاجتهاد اجتهاد في جزئيات قليلة هذا سر من أسرار ذلك وترعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الصحيح يقول تلك الكلمة العجيبة النبوية حقيقة نبوية لأنها فيها نظرة إلى عالم الغيب مما أذن الله له فيه لأنه وحي الحديث كله وحي وحي بدرجة أخرى كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهويدانه أو ينصرانه أو يمجلسانه الأبوان ها هنا ليس من حيث كونهما فقط هذا أب زوج وهذه الأم زوجة هذه إشارة إلى المعنى الشرعي لكلمة أب وللمعنى الشرعي لكلمة أم التي تدخل في معنى الأب فالأمر لا ينحصر فقط في التربية بالمعنى التلقين يهويدانه أي يعلمانه اليهودية والنصرانية أو المجلسية أو الإسلام لا يكفي أن يكون الأب موجودا ويكفي أن تكون الأم موجودة بالمعنى الشرعي فسيحصل أو تحصل التربية والتخريج للمعنى الديني للإنسان كفرا أو إسلاما بصورة تلقائية لا كلفة فيها في كثير من الأحيان بمعنى آخر لو أننا أخذنا هذا الحديث بالمعنى التعليمي كما يعبرون اليوم البيداغوجي يعني طريقة دي المدرس لما أمكان أن نطبقه على كل المصر لأنه لا بد أن يكون الأب والأم متعلمين لتطويقه هذا المعنى صحيح إن كان كذلك فهو حسن بالأحسن ولكن ليس شرطا الحديث هذا ينطبق حتى على العوام من الأميين الذين يقرأوا كتابا ولخطوه بإيمان وبيانه بحول الله سيأتي كيف نرجع بحول الله هذا سيتبهين بصورة طبيعية مما سيأتي من كلام بحول الله إلى المعنى الشرعي أو الإسلامي للأسرة كما وعدت به قبل قليل من القرآن الكريم في قوله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا خذوا من هذا معنى الرحم الأرحام جمع رحم التي اطلب منا أن نتقيها كما نتقي الله عز وجل مفيدا لنا سبحانه أن أصلة كوين الرحم مما يسمى بالنفس الإنسانية الذي خلقكم من نفس واحدة ومن هذه النفس خلق زوجها ورجوع الزكر إلى الأنسى والأنسى إلى الزكر على الصيغة الفطرية التي خلق الله فطرة الناس فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إنما يكون بتأسيس الرحم وهو الزواج الشرعي لأن الرحم بالمعنى القرآني الشرعي لا تكون إلا بالدين وبغير الدين لا تسمى راحما حتى ولو كان قد ولد لشخصين ذكرا وأنسى ولد لهما من الولد ما قدل أن يولد لكن على غير الطريقة الشرعية لا يسمى راحما وتعلمون أن ابن الزينة لا يلحق بأبيه لا في النسب ولا في الإرتي ولا ولا وفي مقصد الشريعة يلحق بالابن يعني شريعا يلحق بالأم عفوا شريعا يلحق بالأم وكن حيث القصد ضرورة وليس لأنه حتى لا يبقى بغير سند وإن فالأمومة الحق إنما تقع بالعقد الشرعي كما أن الأبوة الحق لا تقع إلا بالعقد الشرعي وهكذا شجرة الرحيم الخؤولة أخوال يعني والعمومة والجددة كل شجرة أصولا وفروعا أفقيا وعموديا لا يتكون من ذلك كله شيء شرعا إلا بتكوين الرحيم والرحيم فهم ديني محد لأن الأصل في كلمة الرحيم هو ذلك الغشاء الذي في بطن المرأة يحتضن الجنين ليس هو المقصود بالأصالة في الآية وإلا ما فهمت على وجهها ولا يمكن وإنما انتقلت الدلالة في كتاب الله عز وجل من اللغة العادية إلى اللغة القرآنية الشرعية لو يصبح أو تصبح الرحيم لها دلالة أخرى ومعنى آخر غير هذا الغشاء البطني الذي في بطن الأم أو المرأة والذي يحتضن الجنين لأن يصبح للزوج أيضا رحما وللخال وللعم وللجد رغم أن أولئك منهم الذكور والإناث والذي لم يلد أصلا وصار له رحم فإذا لمعنى أوسى بكثير صحيح أن الانطلاق هو من هناك لكن بما وضع فيه من نطفة على شرع الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت إذن لا يستقل من المعنى إذا أخذنا الرحم بالمعنى كما يعبرون اليوم بالمعنى البيولوجي لا يستقل لأنه نتقي الرحم بعد المعنى ما ممكن ما معنى التقوى ما معنى التقوى ما معنى التقوى كما يذهبوا إليه بعض الناس هو صلة الرحم صحيح صلة الرحم لكن أعمق وقبل قبل ذلك وأعمق منه تأسيس الرحم من مثلا ولد على غير شرع الله لم يتقى الرحم فاتقاء الرحم أن تؤسس أولا على شرع الله قبل أن تحدث عن صلة الأرحم فمن أسس شيئا مما يشبه الرحم وليس برحم بالزنا أو بالصفاء فإنه خالف أمر الله والأرحم أي اتقوا الأرحم خالفه مخالفة صريحة يجب إذن أن نؤسس الرحم على شرع الله فذلك أول التقوى حتى إذا تأسست وكانت الأسرة المسلمة انتقلنا بعد ذلك إلى فروع هذا الأصل من صلة الرحم والصلة مهمة جدا فيما نحن فيه من موضوع سيأتي بيانه بحل الله بعد قليل فيما يتعلق بالأسرة المسلمة في الغرب هذا كلام في الحقيقة يتعلق بكل الأسرة المسلمة لكن أقول هناك تحدية أعمق وتحتاج إلى تقوية هذه الأواصل إذا كان ذلك كذلك أي أن الأسرة التي يسميها الله عز وجل رحيما أن تعبير يعني العربي القديم هو الرحم وهو المستعمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تبجن هذا أن هذه الأسرة وهذه الرحم هي أساس البقاء والاستمرار الديني للمسلمين في العالم وعبر التاريخ كما نطق به القرآن من حيث تشريعه والسنة النبوية أيضا من حيث نواهيها وأوامرها بصلة العرحم وغير ذلك فسيكون إذن الوجود أو حقيقة الوجود الثقافي والحضاري بصفة عام يعني الوجود لخصوص للإنسان المسلم بما هو مسلم أي الصفة كون مسلم لا يكون إلا بوجود الأسرة ولذلك إذ غفل أعداء الإسلام عن هذا المعنى في مرحلة الاستعمار القديم فقد انتبه إليه اليوم ولذلك وجدنا هذه الهجوم على الأسرة في العالم وخاصة الأسرة المسلمة لأنهم عالموا بالتجريب أن الإسلام يستمر رغم كل التحريفات رغم كل الهجومات العسكرية والثقافية والعلمية والإعلامية وهي هجومات رهيبة وأسلحة افتاكة الهدنية لكن مع ذلك يبقى المسلمون مسلمين رغم انحرافهم رغم ضلالهم رغم عوجاجهم ثم يهبوا بعد ذلك هبة واحدة ويستيقظون وجدوا أن العامل الوحيد الذي بقي لهم هو هذا المعنى الأرحام فوضعوا البرامج العالمية لتدمير من فهم الرحم الشرعي وتجيع النسل لكن بغير الطريقة الشرعية أن هذا الكلام حول تهديد النسل كذا إلى خيره يعني غير صادق يحدون من النسل الحلال ويكسرون من النسل الحرام يحدون من بناء العلاقات الشرعية المباحة المأذونة والمطلوبة ويفتحون الباب للعلاقات الشرعية المحرمة المخربة المدمرة فإذن هذه الأمور كلها هي التحديات الحقيقية للوجود الإسلامي المعاصر ونعلم أن الأمة تجمعها تعاني من هذا لكن الأسرة المسلمة في الغرب وربع وغيرها تعاني بصورة أشد والذي هناك يعلم هذه الحقيقة إذن كيف السبيل إلى الحفاظ على هويتنا كمسلمين مغاربة نعيش هناك في تلك البلاد لأنه أن يحافظ الإنسان على نفسه فقط ممكن لكن لن يحافظ على الاستمرار الكل للإسلام والمسلمين هناك لا يكون الحفاظ بالمستوى الجمعي إلا إذا تم بمستوى الجمعي أي بالنواة الجمعية التي تجمع الوجود الإسلامي في خلايا اجتماعية وهي الأسرة هي الرحل الأسرة الأسرة هناك تعاني من ثلاثة تحديات بشكل أكبر مما هي عليه الأسرة المسلمة في غير الغرب وفي غير المهجر تحدي الأول الدين التحدي الثاني الرحم نفسها تحدي الثالث اللغة يعني هذه الأمور المسلمون جميعا يعانون منها لكن بحول الله سأذكر هذه الأشياء منزلة ومطبقة على واقع المسلمين في الغرب بخصوصيات معينة مما صار لي أن أطلع على بعضي على بعضي مشاهديه ومعاناته ومما بلغ إلي بالتواتر الجمي الكثير من خلال ما نشاهد ونسمع ومن خلال الأسئلة والاستفتاءات التي تقع على أهل العلم في كل مكان من أهل المهجر الأمر الأول قلت هو أو التحدي الأول دين الدين كما هو معروف هو الذي أسس هذه المفاهم جميعا يعني كلامنا عن الرحم قبل قليل وعن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على فطرة وغير ذلك وغير ذلك مما أسسنا به مفهوم الرحم للإسلام ومفهوم الأسرة كل ذلك من باعه من الدين فإذا فقد الناس هناك الدين إذن فقدوا التوجيه فقدوا البوصلة التي توجيرهم إلى نقطة أو مكمن قوتهم الذي إذا فقدوا فقدوا كل شيء آخر القلع بالوجود الإسلامي أسرة المسلمين أو الأسرة المسلمة آخر القلع فإذا كان الإنسان الغربي أو عفوا إذا كان الإنسان المسلم في أوروبا يرى الخرابة قد دخل إلى أسرته من حيث ضياع الدين فليعلم إذن أن وجوده الدين مهدد بالانقراض لكن لا بد أن نبين ما المقصود بالدين هنا بالدرجة الأولى الدين في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه وسلم له معنايان وسنخصصه معناً واحداً ونخص من ذلك المعنى معناً آخص يتعلق بالمسلمين وهناك بالدرجة الأولى مما يفيد في ذاتهم وفيما يعانون منه إذا الضغوط الثقافية والاجتماعية التي تحاول أن تستوعبهم وأن تهضمهم وتعيد إنتاجهم لكن بصورة غير إسلامية بل بصورة أخرى تنتمي إلى البناء الحضاري لأولئك القوم الدين قلت لهم معناياً المعنى أو معنى اسمي المعنى الاسمي أي الذي يسمي الدين باعتباره شريعة عامة عقيدة وشريعة يعني باعتباره نصوصاً باعتباره وحياً هذا المعنى الأول للدين كما في قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فهذا يعني الدين شامل كل الذي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قرآن الكريم السنة النبوية لكن ليس هذا هو المقصود الذي يعني تعاني الأسرة فيه تحدياً هو منه لكن يعني آخر هو الدين بالمعنى العاملي هو المعنى الثاني أي ما يسمى بالسلوك الديني أو ما يسمى عند كثير من الناس اليوم بالتديون التديون هذه الكلمة في كتاب الله ولا سنة رسول الله عز وجل ولكن استعمل الله عز وجل الدين بالعبارة نساء فالدين هناك الدين المنصوص أو الدين الوحي وهناك الدين السلوك أي الدين بما هو دين بما هو إنتاج بشري ليس بما هو وحي إله لا إنتاج بشري أي تفاعل الإنسان مع نصوص الكتاب والسلوك ينتج سلوكاً معيناً يسمى الدين فالدين بالمعنى الأول مطلق مقدس بينما الدين بالمعنى الثاني حينما ننسبه إلى الإنسان ليس مطلقاً بل يعتريه الصلاح والفساد فنقول يعني له دين أو صلاح في الدين أو فساد في الدين واقتصف الشخص بي أنه فاسد الدين فلا يكون هذا يعني الكتاب والسلوك هذا السلوك ممارسة والمحدثون له مصطلح جريحي يقولون فلن لين الدين أي ضعيف الدين وهو مستعمل في كتاب الله عز وجل كثير من مثل قوله عز وجل مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويت الزكاة وذلك الدين والقيمة مخلصين له الدين أي أنه يخلصون له جل وعلا أعماله الدينية لأن الإخلاص شعور بشري ولا يتعلق إلا به وينتجه البشر فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له ما تقوم به أن تعمل من عمل في الدين من صلاة وصيام واعتقاد قبل ذلك أخلص ذلك لله فإنما يقبل الله من سلوك الدين ما خلص إليه ولا سبحانه وتعالى فهذا من المعنيان واردان في الكتاب السنة كثيرا فالتحدي إذن عندنا في السلوك الديني أما الدين كان نصوص فالله جل وعلا قتب الله حفظه ولم يكلف به أحدا من العالمين دين لما هو وحي أحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه الله عز وجل يقدروا لدينه بما هو وحي من يحميه من يحفظه هذا من عند الله مقدر لكن وكلنا إلى أنفسنا تكليفا ابتلاء فيما يتعلق بسلوكنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ها هنا مكمل التحد لأن الإنسان أن يحافظ على ديني في بيئة لا تحمي الدين بل تحاربه بثقافتها يعني تحاربه في كثير من الأحيان ليس بصورة مباشرة في بعض الأحيان في بعض البلاد الغربية بصورة مباشرة لكن كثير من البلاد ليس بصورة مباشرة ولكن بالمنافسة القوية الرهيبة التي تجعل الإنسان يغرق إذا لم يفهم كيف السبيل للخروج من هذا التعدي وهذه المنافسة يعني تجعل الإنسان ينباهر بما يقدمه الآخر من حضارة مادية تبهر الإنسان وتبهته ومن ثقافة أخرى مرتبطة بتلك الحضارة المادية تدمر الدين أي أن الغرب يقدم لنا حضارة مادية براقة لكن معها ثقافة معها أفكار معها نمط حياة في الدين وفي الأسرة وفي الثقافة وفي اللغة بما يجعل الإنسان يتوهم أن ذلك البريق المادي إنما كان بهذا السلوك الاجتماعي وبهذه الثقافة وبهذه الحضارة من حيث يدري أحيانا ومن حيث لا يدري في كثير من الأحيان خاصة بالنسبة الذين يعني لس لهم ثقافة ولا أساس علمي من عوام الناس الذين يعيشون هناك في ذلك العالم من شبهات من شبهات ومن شهوات إن الحضارة المادية الغربية بقدر ما تقدم من شبهات تزلزل فكر الإنسان وتبلبله تغرق الإنسان في بحرين من شهوات مجتمع الغربي مجتمع شهوات مجتمع نزوات هكذا ثقافتهم هذا هو دينهم دين شهوات ففتحوا الباب لحيوانية الإنسان وقالوا ذلك هو الإنسان وقالوا تلك هي الثقافة وقالوا تلك هي الحضارة اليوم وغدا وبعد غد لا يستطيع الإنسان المسلم أن يصمد إلا إذا ثبته الله عز وجل ولذلك حالات الانهيار أكثر بكثير مع الأسف من حالة السبات خاصة في الأجيال التي لاحقت ما يسمى بالجيل الثاني والجيل الثالث لدى أبناء الجالية المغربية بالخارج أو المسلمة عامة فإذا كان إذا تحدي في هذه النقطة بالسبيل إلى أن نحفظ وجودنا الديني بسلوك الديني أي بالدين إذا ذكرنا وقلنا إن كل الدين إن بغي أن يتشبت به الإنسان أصوله وفروعه إلى غير ذلك وهو الأصل فعلا ربما استكثروا الناس هناك هذا لكن الله عز وجل سهان علينا وبين لنا عن طريق التعليم وعن طريق التقريب وبين رسوله عليه الصلاة والسلام بسلوكه بصورة تربوية تدريجية يعني الحد الأدنى الذي به يبقى الإنسان المسلم مسلما إذا أخذ به ضمن كل شيء أن الإسلام كله يتجزل لو ممكن أن نقول تأخذ هذه من الدين وتترك هذه لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الإنسان كيف يأخذ الشيء القليل قليل لكن تأثيره على الكثير ممتد بمعنى أنه من الدين ما إذا أخذت به أخذت بكل الدين وقد بيجنتم قبل أقل كيف أن تشريع القرآن في فهم الأسرة حظ على التمسك بالأسرة من خلال طريقة تشريع الأسرة لأن بالتمسك بالأسرة والحفاظ على الأسرة ستحفظ كل الدين بعد ذلك لكن الآن نتكلم عن الدين من معنى الممارسة شعائر الدينية أمران اثنان إذا حافظ عليهم المسلم أن كان وأينما كان حفظ في دينه بإذن الله فردا وأسرة الصلاة والقرآن الكريم الصلاة والقرآن الكريم وبالصلاة والقرآن الكريم ستحفظ بإذن الله كل الدين وصول العقائد وفروع العقائد وصول تشريع وفروع تشريع هذا موجود في كتاب الله في غير ما موطن كثير جدا في القرآن الكريم وأيضا السنة النبوية يقرن الله عز وجل الصلاة بالقرآن في الأمر بالتمسك والتمسيك والمحافظة والتلاوة بهما معا رغم أن في الدين أشياء أخرى من الواجبات بل من الأركان كالزكوات الصيام والحج وغير ذلك لكن هذان سبيلان هما غايتان في أنفسهم ووسيلتان لكل الدين خذ إن شئت مثلا قوله تعالى أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إلى آخر الآن يعني أمر بشيئين عجيب تلاوة للكتاب وإيقام الصلاة وفي سياق آخر يدل على المدافعة يعني التحدي تحدي قال جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين هذه أي عجيبة حقيقة فيها تعبير دالي على أن الإنسان في مثل هذا الموقع هو في مكان فيه تدافع يعني ما يسمى التحدي يعني ليس وضعا مطمئنا بل وضع مضطر وضع فيه تدافع فيه مجاهدة فيه مغالبة فيه مصارعة دال من عليه قوله سبحانه يمسكون وأخر الصياق سأذكره بحول الله قال سبحانه والذين يمسكون بالكتاب إن في العربية هذا مضعاف شديد كالممكن يكون الكلام في العربية والذين يمسكون يمسكون بالكتاب هو عربي فصيح واضح لا قد يمسكون لأن التمسيك لا يكون إلا في الحالة التي يريد أحد أن ينتزع منك ما أنت تمسك شيء واحد بغير يحيط لك هذا شيء والذين قال لك مسك به شد بقوة فسينزع منك وينتزع والذين يمسكون بالكتاب حتى لا ينتزع منهم وأقاموا الصلاة عطفاً على التمسيك بالكتاب قال إننا لا نضيع أجر المصلحين مش الصالحين عملية إذن تدافعية إصلاحية لا يمكنك أن تصلح ذاتك ولا أسرتك ولا أمتك إلا بهذين فإذا ضبطتهما ضبطت كل شيء في الدين وتقليل الأشياء يساعد على تنفيذها وهذه طبيعة الإسلام كي يحسب ويعدلك بنية الإسلام على خمسين هواحد هاتنين هاتلتة هذه أسلوب تعليمية قصد تيسير التطبيق والتنزيل وتشجيع النفس الإنساني على الدخول تحتى ربقة التكاليف الذي كثرت عليه تكاليف الإسلام قال له قلني في الدين أو في الإسلام شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال له كلمتين قل آمنت بالله ثم استقل تيسير والله في الحقيقة عبارتان أجمالة كل الدين لكن السائل يسهل عليه أنه إذن العمل ويتيسر عليه وهذا منه يمسكون بالكتاب وأقم الصلاة أطل ما أحيي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وهذا مضطرد في غير ما موطنين من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لماذا الصلاة ولماذا القرآن أما الصلاة التي أميرنا أن نعلمها أبناءنا في حداثة سنانهم يالله بدأ يعني يعني إوعى يعني خمس سنين ست سنين سبع سنين وجب على المؤمن أن يعلم أبناءه هذه الصلاة لأنها تجعل الطفل رجلا هذا الشيء عظيم لأنها صلة بالله هذا يعني عمق الصلاة صلة بالله رب طل لهذا الإنسان الجزئي الضئيل الصغير برب العالمين ويكفي يكفي من ارتبط بربه أينما كان نصرة ومددا وإمداد يعني ولو كان في قلبي الفتن إذا كان قلبه دائما الاتصال بالله عبر مواقيت الصلاوات فأبشير بأمانه وأبشير بحفظه وسلامته واستمرار ما هو عليه لأن الصلاة صلة وتواصل من اتصل بالله وتواصل معه ضمن له الاتصال والتواصل في الأرض إلى أن يشاء الله يعني ليس كشخص وسيموت ولكن كمعنى في نفسه وأبنائه وأسرته إذا كان هذا حالا في الأسرة ولذلك حينما تنتبه الأسرة المسلمة هناك لهذا الأمر وتربي نفسها أبا وأما وذرية على الصلاة تنجز في البيت مما ينجز في البيت وفي المسجد مما ينجز في المسجد فذلك من أهم الضمانات على حفظ الوجود الديني لتلك الأسرة في تلك البيئة وهنا نرجع للحديث الذي وعدت بأن أبين كيف أن الإنسان الأمي يطبقه بصورة القائية شوف ذاك الإنسان الأمي الذي لم يقرأ كتابا ولا خطاب يمينه كي صلي أمام الأبناء دياله صلي صلى نافلة أو أي صلى من الصلوات وأطفاله يشاهدون هذا كل منظر وحده تربية عميقة هذا كم يسميه بصمة نفسية في قلوب الأطفال تمر السنوات ويكبروا الأبناء وقد أقول بعض الأشياء أسوأ الاحتمالات قد ينحرفون قد يشذون لكن لا ينسون أبدا مشهد والدهم أو والدتهم كيف كانت جالسة بين يدي الله أو ساجدة أو راكعة أو رافعة يديها تتضرع إلى مولاه هذه البصمة مراكة نسألهم وتكون بابا يفتح القلب حينما يأذن الله لذلك شاب أو تلك شابة في وقت ما حينما يأذن الله بالتوبة كيكون هذا كالمشهد والسبب للرجوع إلى الله عز وجل عداد من المشاهد من مثل هذا ومن القصص التاريخية والمعاصرة سمعناها بالتواتر مما يعني كان فيه شيء عجيب جدا أحد الناس ذهبوا يطرقون أحد باب أحد الأشخاص يعني يدروا أسليبك يقلبك يلقوا أسماء الإسلام دليل هواتف ويطرقون الأبواب دعوة إلى الله عز وجل صنعوا هذا مرة فوجدوا شخصا يعني يعني غربي في عقله في سلوكه في كل شيء في لغته في تشكيره لا صلة له بالدين مطلقا لا يربطه بالدين إلا لإسم بقي الإسم عنده اسم دين المسلمين فحدثوا عن الدين برفق وبليم أجابهم بكلمة قال كانت عندي جدة تصنع هذا يذكره يعقوله أذكر قصة واقعية الأخرى عجيبة في يام يعني اتحاد سوفيتي البائد والانتداد الشيوع على شرق أوروبا اتحاد يوغزلافي جاء أحد الناس من البوسنة إلى المغرب في إطار الزيارة الجامعية يعني إنسان مثقف ثقافة يعني عادية يعني ذائب ذائب في البنية الشيوعية إطار يعني أطور يعني الدولة أنا في المرحلة السابقة الشيوعية جاء المغرب الزيارة ثقافية لأحد الجامعات وبدأ تحدث مع بعض الأساتد في الجامعة أو بعض الإداريين فسأل عن شيء يعني ذكر شيء قديم جدا عنده سأل عن شيء قال شرحوا شرحوا لي ما معنى فالتيني والزيتوني ومن تقول وفا يعني كثير من البلاد أنه مرحلة فالتيني والزيتوني والتيني والزيتوني فقالوا هذا أصله آية من كتاب الله من سورة سورة تيني والزيتوني وطوري سنين وبدأوا يفسرون له الآية قال لهم كانت عندي جدة تضع يدها في رأسي وأنا طف صغير كلما خرجت صباحا إلى المدرسة فقرأوا علي الضتيني والزيتوني يعني الباراكة ليحفظ ما رسخ في قلبه من الدين غير هذا وهذا شيء مهم جدا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه بصمات نفسية في بعض الأحيان لا إرادية بمعنى أن الأب في سوء الأمر ما سيقين شخبر ماذا يقع بل يعني ليس لهما يعني إرادة معينة وبدغوشية كما يعبرون لتكويني هذا الطفل أو لتربية هذا الطفلة بسلوك الدين قد لا تقول هذه الإرادة يكفي أنهما مسلمين بركة يكفي كلامهما في البيت سلوكهما العادي محبتهما للدين ممارستهما للدين حتى ولو كانت بصورة فيها للحراف حتى صحيح يعني السلام الدينية هي المطلوب وهي الأفضل أقول حتى في هذه الحالة لها آثار إيجابية على المستوى النفسي وتبصم في قلوب الأطفال ومواجيدهم فلذلك إذن الصلاة باعتبارها ممارسة يمارسها الأبوان ويحضان عليها الأطفال من أهم الضمانات إنها باعتبارها عبادة لها تأثير عجيب جدا قبل أيام قبل أيام إسلم أحد الناس بالمجلس العيمي بينادي إلى أقصى المغرب كلما أُذِّن للصلاة توافد الناس إلى المساجد يصلون قال شيء عجيب جدا كيف الناس يعني يسمعون ويطيعون بهذه التلقائية أجل الصلاة ويجي يغلقوا باب دكانه أو متجاره أو تركوا عمله ويتوافدون على المساجد قال الكنائس في أوروبا خالبا لا أحد يستجيب للنواقيس فهناك عمران إذن ديني في قلوب المسلمين وانبهر بركوع المسلمين وسجودهم لله رب العالمين معروف كالسعيد الموراد هوظمان السفير الألماني السابق بالمغرب الذي صار فيما بعد مفكرا إسلاميا كبيرا ولا يزال يذكر قصة إسلامه في الرباط أنه مرى بالمسجد يوما يعني هو عابل في الطريق وشف الناس أدرك الناس صدفة صدفة رباني يعني تقدير لكن بالترتيب أو بالمشهد البشرين صدفة أرى الناس في هيئة السجود فقط غديز الناس سجدون فامتلأ قلبه بالإيمان في تلك اللحظة على شيء منظر أولا يعني خشوع خضوع لابد أن هذا الرب الذي هم له هكذا عاكفون سجودا رب عظيم فكان ذلك بدء انطلاقه بحثا عن الإسلام فكان سبب إسلامه وهذا القصة مشهد الصلاة تأثيرا في قلوب الكفار الذين قدر الله لهم أن يسلموا مع أكثرها ليس عبثا أن يجعل الله عز وجل الصلاة ليس ركما من أركان الإسلام وحسب ولكن جعلها قبل ذلك وبعد ذلك ضمانا لاستمرار كل الدين والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصى تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ضامن الجنة لمن أحسن صلاته وتعلمون الأحاديث ذلك الكثير وأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عملي وإن فسدت فسد له سائر عملي وفي الرواية الأخرى الأصح والأمتن قال ويكون سائر عملي على ذاك أو على ذلك الأهد الذي بيننا وبيننا الصلاة إلى أخي كثير كثير جدا يعني كلية قوية جدا والنصوص التي فيها ليست في كل الأركان لأنها ضمانة استمرار ولذلك الإنسان المسلم في أوروبا يشوف هو أنفسه لا يصلي أو يصلي لكن أبنائه لا يصلون ولا يتحدث عن هذا في البيت فإنه آنئذين يرتكب خطأا شميعا لا بد أن يبذل الأبوان قصارى جهدهما لجعل أبنائهم جميعا ذكرانا وإناتا يوصلون كيف ما كانت الصلاة أتقانوا ما أتقانوا نحن نتحدث عن بيئة الغرب صلي بأي صورة لأن البداية تعني انطلاق السير والذي انطلق في السير سيحسن عمله صلاة الكناء أو غير صلاة فهذا الانفهوم هو من الأشياء التي تعتبر من الخطوط الحمراء للبقاء أو للانقراض بالمعنى الديني الكريمة فاضطراب الصلاة في البيت أو انعدامها دال على أن هذه أسرة مهددة بالانقراض ستتشتت وتتمزق وينقطع منها كل انفهوم بما في ذلك انفهوم الرحل ويدوقون أفرادا كما ذاب المجتمع الغربي في نفسه أفرادا يعني انسان الأوروبيك يعيش فرد بوحده حتى ولو كانوا عم آب خال ما فرد كثير من المسلمين يعيشون هذا التمزق أيضا بسبب أنهم فرطوا في الدين الجامع يعني في صلواتهم أما القرآن التلاوة فلأن كتاب الله عز وجل يوثق كل مفاهم الدين طبقوا أمر منه طبقوا هذه قصة أخرى والكتاب إنما نزل لتطبيق لا نعم ولكن قبل ذلك وبعد ذلك أيضا يوثق حقائق الدين شحر من واحد الآن في هذا البلد وفي غيره لا يطبق تعاليم القرآن الكريم السنة النبوية قد يشربوا الخمر قد يزني قد يرتكبوا كل المبيقات ولكن إذا كان ممن وصلته الثقافة القرآنية والمفاهيم القرآنية والحقائق القرآنية فإنه يعتبر نفسه في قارة نفسه وباطن نفسه مخطئاً وهذا مهم وهذا الذي أقصد بالتوثيق توثيق المفاهيم الدينية فرق كبير بين شخصين الأول يشربوا الخمر ويشعروا بأنه مخطئ وفي قرارته إنسي يتمنى لو تأم يتمنى وشخص آخر يشربوا الخمر ولا يعتبروا نفسه مخطئاً بل يرى أن هذا وضع طبيعي فرق بينهما كبير الأول يرجى له أن يكون من الصالحين زمناً ما ورحظة ما أما الآخر في هذه اللحظة وبهذا الاعتقاد وبهذا الظلم فميؤوس منه إلا أن يتغمده الله بتوبة جذرية يعني هذه قضية كبيرة إنساناً يعتبر يعني المنكر معروفاً امتهى أما الذي يمارس المنكر وهو يشعر بعقدة الذنب فوضعه بخير نقول إنه في وضع حسن لا بخير إن شاء الله القرآن الكريم كثيل بضمان هذا الحد الأدنى للإنسان المسلم فرضاً وأسرة فإذا كان القرآن متلى في البيت ويتعلمه الأطفال في أوروبا فهو بإذن الله ضمان كبير جداً لصلاحهم ولو بعد حين من دهر بإذن الله الرجاء يصلحون من البداية لكن دير الاحتمالات سيئة ولو بعد حين من دهر لأنه في الطفولة ديره كان يقرأ آيات توجب عليه كذا وكذا وتحرم عليه كذا وكذا وتوجب الفضاء المعينة وتلمع النمو نماذج النبوية الرسول الأنبياء وتحطم النماذج الشيطانية الفرعونية هذا مهم جداً أما ينشأ جيل لا أقول يعني لم يسمع القرآن ولم يقرأه لا يعرفه هم سلمين هؤلاء صعبون جداً جداً أن يصلح حالهم صعب ممكن ربي كبير سبحانه لكن صعبون جداً أن نجعل فاصلاً حاجزاً كبير جداً بين القرآن وبين الجيل هذا خطر خطر كبير في العالم كله ولكن في الغرب أخطر لأن التحدي موجود يعني هناك غول يريد أن يهضم الوجود الديني للمسلمين وأن يستوعبهم ويخرجهم بطريقة أخرى طريقة البلد الذي هم فيه لكن بالقرآن الكريم بإذن الله لن ينهضم المسلم يتعظمش للآخر أبداً ولو أنزلوا عليه الأثقال والأطنان من الثقافات ومن الدراسات ومن وسائل الإعلام تحريفه ممكن تشويه ممكن لكن لا تخرجه عن دينه لأنه سبق القرآن إلى قلبه ولو بصورة أمية وخمي دركش الأبعاد الحقائق المعاني القرآن معجزة الرحمن هذا كلام الله له باركته له تأثيره يؤثره على الجبال يؤثره على الحديد يؤثره على جمادات فإذا كان ذلك كذلك فمن ببن أولى وأحرى أن يؤثر على الأنفس وعلى الأرواح وعلى المعاني لو أنزلنا هذا القرآن على جبله نرأيته وخاشعاً متصدعاً من اختيات الله هذا حقيقة لأن أمثال الله حق لو أنزل القرآن فعلاً على الجبل لنهار لأن الإنزال هنا مش إنزال المصحف كما يتوهمه في الظاهر بعض المنس لا إنزال القرآن أي إنزال الأمانة إنزال الوحي على الجبل والله لا يثمت مش المصحف حط عليه احترقنا طر المصحف لم يقع شيء لأن سيدنا محمد نزل عليه القرآن على قلبه ولذلك كان يعني ثقيلاً جداً إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً كلام الله عز وجل يكفي أنه كلام الله خليك من الآمانات تكليف نعم كل ذلك ثقيل لا يكفي أنه كلام الله جل وعلا فلهذا إذن هذا الكلام الرباني الذي نزل من فوق سمعي سموات إذا تلاه الأطفال وهناك حفظوا حفظوا وفيه يعني النصوص قرآنية كثيرة وحديث نبوية كثيرة أذكر حديث عجيب فيه نبوة وكل الحديث فيه نبوة لكن أقصد من نبوة النظر إلى الغيب الآتي مستقبل مرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد الصحابة مجتمعين فقال لهم أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى يا رسول الله عنده أساليب عليه الصلاة والسلام تعليمي أحيانا يدي الأسئلة يعني تهيئية قالوا بلى يا رسول الله قال فإن هذا القرآن سبب قرآن سبب السبب في العربية هو الحبل حبل طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بأيديكم أو بأيدي من تمسك به خال عليه الصلاة والسلام فإنكم هذا نصر شاهد فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا ضمن شيئين عدم الضلال الهداية للقوم مسلمين وعدم الهلاك لهلاك بالمعنى الدنياوية الأخروي لهلاك بمعنى أنه لن تنقارضوا في البيئة التي أنتم فيها هو المسلمين لن ينقارضوا في العالم ولكن قد ينقارضوا قد ينقارضون في بعض البيئات كما مع الأسف ينقارضوا كوجود يعني جماعي في الأندلس وفي بعض المواطن الأخرى لكن لو تمسك المسلمون هناك بمثل هذا الحديث أبدا لن يهلكوا فإنكم لن تضلوا هذا ضمان لهدايا الأخروية ولن تهلكوا ضمان الاستمرار ولوجود الأرضي العمراني ما تمسكتم به بهذا الشرط ما تمسكتم به أبدا ما دون تمتم تمسك به أبدا فإنك لن تضل ولن تهلك أبدا هاذان وهاذان فحسب ماركة الدين إذا أخذت الأسرة المسلمة هناك بهذين الأمرين يشيعون الصلاة تربية وثقافة فيما بينهم داخل الأسرة ويقرؤون كتاب الله يعلمونه ويتعلمونه فقد أمنوا بإذن الله عز وجل من جوانب اشتاع الأمر الثالث هذا الدين كله الأمر الأول هو الدين بحفظ هذين نحفظ دين الأسرة المسلمة في المهزر كله بإذن الله ولكن هذا وجود الأسرة الأمر الآخر هو من الدين لكن فرعناه ونقلنا لابد من وضع بعض الأشياء مستقلة لعظمة حجمها الراحم الراحم عشرته إليه في بداية الكلام وعيد الآن بعض الأشياء وأفصلها إذا استهننا بها من حيث المعنى الشرعي فقد خربنا السابقة واللاحق يعني خرب الدين كله ولم يكون هناك لا صلاة ولا قرآن ولا أي شيء لأن هذه المعاني في جميع الأمور مرتبطة بهذا النسيج الذي هو الأسرة هذا الاجتماع البشر جوج ثلاثة أربعة خمسة مكونات إلى أكثر إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله من الأفراد امتداد بالعموم والخؤول كذلك فالحفاظ على الأسرة الذي يجعل الأبناء يشعرون بانتمائهم الحضاري أساس متين جدا لبقائهم هناك مسلمين بدءا بما ذكرتم في البداية من تأسيس العقود على شرع الله وسنة رسول الله لكن لما ندمجهم على الآخرين فنتزوج كما يتزوجون انتهى صف لا أمل أنا في بناء شيء على شيء ما نسميه أسرة شيء اجتمع على غير شرع إلا في زواج بيولوجي غير شرع انتهى أصلاً ما بدنا إنما البدء بالنقطة الأولى أي البدء على سنة الله عز وجل ورسول عز وجل في تأسيس الرحم فإذا هذا أمر حيوي ضروري ونحن نعلم أن هذا الأمر يخرم كي تهرس يخرم بشكل كبير لدى الأسر المسلمة مع الأسف القاطنة في أوروبا وفي غيرها من البلاد الغربية الذين بني على ذلك من فهوم الرحم وقد بينته تكلمنا على الرحم لمعنى ديها التعبودي أن الإنسان حتى ولو فقد بعض الدين يمكن تلقى ما كي يصليش يعني وهي كبيرة من أكبر كبائد لكن لما بنت الأسرة عنده علام فهوم الأسرة بدك المعنى الشرعي يشعر أن له أبا أب ويشعر أن له أما أم لأنه مشي هدك زوج أو زوجة منك يتزوجون غير منذ الولد أو البنت اللولى يصبح اسمه الزوج أبا أبوها هذا المعنى راهدين هذا والأخراك أقول لي أم أمومة وهذك بنت وهذك ابن وهذك عم وهذك خال هذه أسماء تعبودي تعبودي أي يعبد الله بها وهذا من معاني قوله تعالى واتق الله الذي تسألون به ورحام أي تتق الراحم في الله ولذلك يشعر الإبن بواحد الشكل طبيعي أنه يحترم أباه ويقدره هذا الاحترام وهذا التقدير لا يعبر هذه الكلمات مصالحين لتعبير على المعنى الأصلي يعبد الله بذلك يعبد الله بوالده واتق الله الذي تسأل نبيه ورحام أي واتقه الراحم هذا من تقوى الراحم حينما يطيع والده تبك عبادة الشعور بأنه يعني يتآمل مع أبيه عبادة فيطيع أباه عبادة ويعصيه أحيانا ويشعر بالذنب عبادة يشعر بالذنب يشعر بالذنب عبادة ويريد أن يصالح ويستصلح الأمر مع والده أو والدته توبة عبادة ويشعر بالرغضة في صلة رحمه عبادة ويشعر بأنه عظيم هرا هو في بلجيكا أو فرنسا أو هولندا أو ألمانيا أو كندا ما كيمش عنده عمه مثلا في مراكش أو في تافيلات أو في كلاس أو طانجة خاله جده عنده انتماء حضاري يشعر بعمقه وامتداده غير مقطوع غير مجدود لما عنده هادش كيشعر بأنه عجب دار لا أصل لا هو ولا فصل مقطوع مجدود هذا أرق يجعله إذن لا يقيم للقيم وللأخلاق وللدين ولا للموجود قيمة ما عنده غرض تشهيدين ولا أخلاق يمكن أن تنتظر من مثله هذا كل شر لكن اللي كبر في أسرة كيسميه الأصول هالتربية الشابية كل هدي في الأصل لا تشكل كيشعر بأنه يعني ما ينبغي لمثله أن يصنع هذا ووجدنا ونجد أن الشخص يكون منحري ويعرف بأنه يعني كيحشم بالأسرة يعني 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 يشعر بأنه يجلب العار لأسرته ويشعر في قرارة وسهل الخزي والعار هذا مهم جدا لا سبب له غير الأسرة لو لأنه بنو أسرة ونبت في أسرة ما كان له هذا الشعور ليس سهل للإنسان وهذا ضمان عجيب جدا للأسرة المسلمة المقيمة هناك يعني لأن البيئة ما كانت حميش ما زال هنا قد يقع بعض الاختلال هو أسرة بعض يعني لأن الاختلال كلها مشتعيض البيئة ولكن هناك أسرة كبيرة هي البلاد كلها هي الوطن رغم ما فينا من الحراف وفساد وضمر وخرب مع ذلك الحمد لله الصلوات تقام المآذن تؤذن يعني المظاهر العامة للدين موجودة وفي هذا ما فيه من الحفاظ على الدين يساعد الأسرة الصغيرة بشكل كبير لأن الأمة والوطن بصفة عما أسرة كبيرة هذا الأمر غير موجود هناك بالعكس الوطن الآخر يريد أن يحول الإنسان الذي فيه إلى غير هويته التي هي أصله انتقلوا إلى النقطة الثالثة والأخيرة تلا أطيل عليكم ما قد أثقلت أعتذرت بعد الدين والراحم اللسان أو اللغة الله سبحانه وتعالى يسميها لسان تلاحى حديث النبوية فيها لسان يعني تعبير الشرعيم يعبرشه كلمة لغة سبحان الله الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له بلسان عربي مبين ممكن كلمة لغة في القرآن إطلاقا وحتى الحديث سبحان الله تتكلمني لسان مع اللسان اللغة مستعملة في اللغة يعني عبارة صحة لكن تعبير القرآن الكريم مع أن اللغة كلمة قديمة ليست أجددة لكن تعبير القرآن الكريم باللسان وهما عند الناس اللغويين متراضفان لكن تعبير الإصطلاح الشرعي غير متراضفين القرآن عنده لغته كي اشترضوا في القرآن إطلاقا تعبير باللسان له دلالة عميقة جدا في الكلام الذين تكلموا به منهما هو لغة أنا نبسطاد شيء بشكل أكثر يحاول الله عز وجل ومنهما هو لسان اللغة عادة هي ديك الأصوات اللي كنخرجه يعني اللغة اللغة عنده معنا ديك اللعبث لكني نرى يجيد الواحد الأصل واحد يعني الأصوات الكلام اللي كيخرج باعتباره أصوات كنت تسمى لغة هذه لغة انجليزية فرنسية عربية أمازيغية إلى آخر لغة بينما اللسان أعمق من اللغة اللغة جزء من اللسان اللسان كن شامل اللسان من ناحية البيولوجية هو هذا اللحمة أو العضلة التي يعني هي في الفم هذه يعود بها القصة بالرحم لكن تدل على ما هي الكلامية الفكرية الثقافية للإنسان يعني ثقافة وعاطفة ووجدانا وذوقا نزيد نشرح حدش يعني ذلك الذي نشعر به ونحس به باطنا قبل أن نتكلم به ليس لغة نزل ما أقول لغة ركت تكلم عندك حوار وكلام شلام الكلام ركت تقوله الداخل نزل ما أقول لغة ما يقول لغة حتى تبدأ يخرج أصوات لكنه كلام كلام نفسي وهو لسان لأن اللسان لما هو عضلة كي عبر الذات الوجود هي الإنسان بينما اللغة صوت أعراض يغير صوت يخرج هي المرحلة النهائية للكلام هي اللغة واللسان عميق جدا كيدل على المعاني كيف نفهمها كيف نتذوقها كيف نشعر بها معاني الخوف معاني الفرح الصرور الحق الباطل الحسن القبح كل ذلك ذلك الأذواق والمواقف كلها تقع في اللسان قبل أن تقع في اللغة ولذلك ذلك الأحديث العجيب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإذا ما استطع فبلسانه مشي باللسان هذه اللحمة ما ممكن هذا للأكل والشرب والاستعمال لكن المقصود باعتباره رمزا لتلك الحقائق التي تنطيق بها هذا حق رأى وقع في النس أنه حق وهذا باطل يعني بمواقفك بمواجدك التي تعبر عنها بلسانك تعبر عن ماذا عما وقع في جنانك أي في قلبك اللسان شمولية كلية ولذلك الأسرة المسلمة في أوروبا وجب أن تمارس وظيفة اللسان كيف يعني أولا يتكلمون بلغتهم التي هي لغتهم العربية أو العامية أو الأمازيغية ما كهم بما تكلم المهم أنها لغة مسلمة وأقول بكل صراحة أن بعض الناس دارس اللغة من يعجبون شيء لا اللغة تكون مسلمة وتكون كافرة لكن كيف ما المقصود ممكن أي لغة في العالم أنها تولي مسلمة ولكن بشرط أن يطول احتكاك أهلها بالإسلام ممكن اللغة تسلم في ليلة وحدة بين عشية وضوحة موجودة لغات غير العربية مسلمة لغة التركية اللغة الفارسية اللغة الأردية يتكلمون بها الهنود المالوية يتكلمون بماليزيين واندونسيين الأمازيغية طبعا باب أولى وأحرى كل اللغات التي يتكلم بها المسلمون مسلمة ولكن كيف قرون قرون وهي لغة أولئك المسلمين لأنه هذك المسلمين السلم فعبروا نحن نرشع عن اللسان عبروا عن أذواقهم عن مشاعرهم بلسانهم وما أرسلنا من رسولهم إلا بلسان قومهم ليبين لهم فذلك البيان للدين وقع منهم بلسانهم استبغى الدين بذلك اللسان وصار جزءا منه تصبغ الدين بذلك اللسان وتصبغ ذلك اللسان بالدين فصارت لغة المسلمة وذلك المطلوب ما نتكلم بلغة المسلمة في بلاد غير المسلمين عربية كانت أغير العربية نتكلم بلغة المسلمة لكن أن نتكلم بلغة لم تسلم بعد هذا خطير وليس ما لذلك أننا نحارب اللغة الإسلامية كلا وحاشا بل واجب أقول واجب على المسلمين وجوب كفائيا أن يتكلم بعضهم إتقانا للغة العالم لمقاصد لا تنحصر وليس هذا موضوع كلامنا لكن أن نفقيد لساننا هل خطر في مكينو هذا الذي يحز في النفس أن نفقيد هذا التحدي أن نفقيد لساننا بسبب أننا نتكلم لسان الآخر ولسان الآخر يحمل ما يحمل من مقض ديننا وهد من هويتنا فهذا والخرب عينا هذا خراب الأسرة كاملة خراب الإنسان ولذلك هذا من أكبر تحديات من أكبر تحديات التي تعاني منها الأسرة المسلمة في الغرب مأساة أن يأتي أبناؤنا من هناك لا يحسنون لغتهم الوطنية الدينية أن تبدأ تعلم الإسلام كأنك تعلم منصرانيا شيء منصيب سبب الرئيس أن والدي لم يحافظوا على لغته من عامية دارجة أو الأمازيغية داخل بيتهم هذا السبب الرئيس ما كان ينبغي أن فقيد كلامنا هناك في بيئة المسيطر فيها كلام آخر ولسان آخر وهذا الأمر رغم عمقه الشديد بسيط للغاية هذه بحل قصة دي للدين فأبناؤه يهو إدانيا أو يصرانيا أو يجل سانيا وخرى الأمر العميق كما بين المستوى الأكاديمي والثقافي لكن الممارسة ديره في إمكان العامي الأمي الذي لم يقرأ كتابا ولا خطاب يمينه في إمكانه ماذا بإمكانه يكفي أن يتكلم ما خسره لغاية تكلم بعاميته بدارجته لغاية تكلم المشكلة وهذا معروف أن المسلمين هنالك في أسرهم واحد شيء عجيب لا يتكلمون لا يتكلمون عطوا علاج ما عندهمش الوقت لا يتكلمون كي يجي الأب يخدم الأم يخدم يدخل في الليل كي يلقى الأبناء ناسهم الصباح كي يسبقوه أو يسبقهم في الخروج هدك المدرساء أو العمل وهدك العمل مشتتون لا يجمعهم شيء إطلاقا أين الأسرة إذن ما عندهمش لحظات للجلوس إلى مائدة يتكلمون كلام الزوج مع زوجته أمام أطفالهم ذكران وإناثا تربية لا شعورية على اللسان خلي ولدك يسمعون عربية أو اللغة دي البلاد كيف مما كت خليهم يسمعوا يسمعوا الأب كي تكلم مع الأم أو الأم كي تكلم مع الأب وتمتلئ قلوبهم بالثقة في والديهم وبالثقة في لغتهم ومتعضوا من المعرفة واحدة لغة غريبة لا تجري على لسان واتق على أذان المصيبة هذه فلذلك إذن حينما ينزع منه هذا ويشحن بلغة أخرى وتحمل هذه اللغة من المفاهيم التي لا علاقتها بالدين بل تنقض حقائق الدين يصعب عليه جدا أن يتمثل حقائق الدين إذا دعي إلى الدين مش يستحيل لا يصعب يصعبه جدا أعطيكو أحد مثال إذا كان يسمع كلمة صلاة بالعربية يقول بابا أنا غدين نود نصلي أو أمو أو يقولوا ليه نود تصلي أولدي أو نود تصلي أبنتي عبارة صلاة معمره ما يسمع يسمع الكلمة الفرنسية المقابلة أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى يسمعها ممن ممن آخرين من أصحاب الكنائس يسمعون المدرسة مؤسسة علمية التي يتلقى فيها وعنها اللغة الأخرى ستصل إليه كلمة صلاة باللغة الأخرى لكن بغير الدلالة الإسلامية مش من حيث لهيئة مش يعني أنه غد يغلط ويقولوا الدراحتين المسلمين كي يصليوا بالموسيقى أو بالرخص أو بهيئة معينة كما يقعوا في كنائس اليهودي أو كنائس النصر وبيع اليهود لا مش بالضرورة هذا شيء كي ينالك معنى نفسي للصلاة عندهم مثقال الإنسان الآخر يعني الصلاة عندهم شيء آخر نوع من عقدة الزنب نوع من الكمد نوع من الارتباط بعقدة الزنب التي نزلت على الإنسان عندهم والتي لا يخلصها كما في ثقافتهم ودينهم المنحرف إلا الإيمان بالمسيح ولذلك عندهم الاعتراف مش التوبة عندهم الاعتراف ويعبرون عنه بلغتهم ضرب من تنفيس فإذا صلى الإنسان عندهم يعني شعر بالكمد واستقذار الحياة الصلاة عندهم استقذار الحياة الدينية المادية العكس تماما عكس هو المقصود بالصلاة بالإسلام الصلاة عندنا سياحة في ملكوت السماوات والأرض وراحة أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة إذا سلم الإنسان من الصلاة كأن جبالا كانت على رأسه والآن رفعت شعر بالحرية والانطلاق لأنه تسر برب العالم ركوعا وسجودا وشعر بالقوة والعزمة ورجع إلى الحياة المادية بقوة وبعزمة وبإيجابية مقاصد النفسية للصلاة عندنا وعندهم متناقضان واللغة تحمل ذلك لما تعلموا الكلمة الأجنبية للمفاهيم الدينية سيرتبط بالدين لكن بنفسية الآخرين فاحتحن ما يراد له أن يصلي هنا كي يصليه وفي النفس دياله الشعور بالكنيسة وبأجواء الكنيسة وهذه مصيبة يحتاج إلى وقت طويل بشير ماشي ممكن ممكن ومن صارك يسلم ممكن تنو من هذا الماضي ولكن يعانون معانات سليم المعاناة والإمكان موجود هو إيه من أسرة مسلمة في الأصل بسبب ما فرطنا وضيانا اللغة خطيرة بما هي لسان لأنها تعبر عن ما في الجنان فضرور الأسرة المسلمة في الغرب أن تختارع طريقة ما للاجتماع على مائدة الطعام في النهار أو في الليل أو في أوقات معينة ولو 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 مرة أو مرتين في الأسبوع تلحد كي تشكسو كل واحد يشرق أو يغرب الجهة أخرى لتجوانوا كذا أو مع أصدقاء سوء أو غير ذلك إلا من رحم الله الخير موجود ولكن كنت تكلموا الظاهرة العامة يجب أن تحصل اجتماعات أسرية خاصة واجتماعات أسرية عامة يعني أسرة في نفسها تجعل لها مواعيد لللقاء فيما بينها ثم عامة أسرة مع أسرة مع أسرة لأن هذا ينمي الشعور بالانتماء للخصصة فهذه أركان ثلاثة تجعل الأسرة المسلمة بالغرب بحول الله قادرة على تأسيس ذاتها والاستمرار بذاتها في ذاتها بخصوصيتها والتواصل مع وطنها إلى الأبد إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام الأجمعين وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة